احد ما اتصلوا بنا انا عايز اسألك سؤال اتفضل علي احيانا بيبقى في حاجات مش عايزين نقول كوابيس ربنا يا رب يمنع من عند الناس الكوابيس بس بتحيان بتبقى تصحي تلاقيها ضغطة على قلبك ومش عارفة تتنفسي والان لما بتصحي لحسا الحلم ده يكون ليه مردود امتى اعرف ان الحلم اللي انا باحلامه ده مجرد اضغاص احلام حاجة ليه علاقة بنفسيتي وانا نايمة مبسوطة ولا لا وامتى تقول لنا لا نقف هنا لان ممكن يبقى فيه مشكلة تمام خلينا نبقى متفقين على ان دايما الرؤى والاحلام بتبقى اقسام عندنا حاجة اسمها الرؤى وحاجة اسمها حلم من الشيطان وحاجة بقى تحت اضغط الاحلام وحديث النفس والحاجات دي كلها والعقل الباطن الرؤية دايما يا اما بتيجي مبشرة يا اما بتيجي منزرة يعني ما تجيش مرعبة لكن تيجي منزرة تبقى فيها بعض الدلالات يعني مثلا ايه زي ايه مثلا مرعبة ان اشوف مثلا حد يجي يقول لي ايه اصلا انا شفت عفريت ومش عارف ايه وكانوا بيتنططوا قدامي في القوضة وكانوا مش عارف ايه وبيولعوا النور وبيحرقوا في المش عارف ايه الحاجات دي دي مقدرش اقول عليها رؤية من رب العالمين اطلاقا ولا شيء منذر بحاجة على طول على طول فيه ناس بترجعها انها تقولك اصلا انت معمولك سحر اصلا انت مش عارف ايه اصلا انت ايه لا الحاجات دي هنا بتبقى حلمة من الشيطان والشيطان كل همه كل غرضه انه يتمكن من الانسان وهو نايم ويبتدي يرعبه ويخيفه هو نايم فيتمكن منه هو في اليقظة ويتمكن منه هو كمان نايم يقوم ينشغل بقى بالمنام ويقولك يا طرى ده في ايه اصلي ده حاجة مش طبعية انا الان انا خيف الحاجات دي كلها